تقول وزارة التعليم الأفغانية أن 6 ألاف مدرسة دينية أصبحت مسجلة في البلاد إلى جنب أكثر من 15 ألف مدرسة غير مسجلة ويقدر عدد الطلاب المنتسبين لهذه المدارس منذ سيطرة طالبان بأكثر من 4 ألاف طالب ومنذ سيطرة الطالبان على أفغانستان بالكامل في أغسطس أبال ماضي تسجل الجهات الرسمية زيادة بنسبة 40% في المدارس الدينية وهذا بعد إعلان الحكومة الجديدة فتح مدارس جديدة في جميع الولايات الأفغانية وتتبعا لوزارتي التعليم والأوقاف في الحكومة الأفغانية فإن نحو 6 ألاف مدرسة دينية أصبحت مسجدة رسميا في أنحاء البلاد إضافة إلى 15716 مدرسة ودار تحفيظ للقرآن الكريم غير مسجلة وتتلقى المدارس المسجلة رسميا تمويلها من ميزانية الحكومة بينما تحصل المدارس والمراكز غير مسجلة عن دعم وهبات من جهات خاصة أو جمعيات خيرية يقول رئيس قسم المدارس الدينية في وزارة التربية والتعليم الأفغانية عبد الرازق صديق إن الإبارة الإسلامية قررت فتح مدرسة دينية رئيسية في كل ولاية توفر السكنة لنحو ما بين 500 إلى 1000 طالب وسنفتح في كل مدرية من 5 إلى 10 مدارس صغيرة وفق الضرورة وحاجة الناس ترجمة نانسي قنقر